يحدث الزهايمر والخرف الوعائي وخرف الشام ليوي وأنواع الخرف الأخرى ضرراً في خلايا الدماغ مما يؤثر في قدرة الدماغ على التحكم في عدد من الأمور منها الذاكرة واللغة والتفكير وإصدار الأحكام ولكن في كثير من الأحيان تظهر هذه الأعراض بشكل مختلف قليلاً بما أن الزهايمر أكثر أنواع الخرف انتشاراً ولأن أنواع الخرف الأخرى تتداخل مع بعضها سنتحدث في هذا الفيديو عن أعراض الزهايمر ومراحل تقدمه عادة تتطور مراحل الخرف في مرض الزهايمر على مدى سنوات وتختلف سرعة تطوره من شخص لآخر بشكل كبير جداً فقد تتفاوت بين أربعة أعوام إلى ثمانية وقد تصل إلى عشرين عام في بعض الحالات وسنتحدث عن بعض المراحل العامة لمرض الزهايمر ولأن أعراض الزهايمر تظهر بشكل تدريجي يصعب تحديد مراحل تقدمه بدقة فلا توجد خطوط واضحة أو مراحل محددة ومن الجدير بالذكر أن المراحل التي سندكرها الآن تتداخل فيما بينها في العديد من الأحيان هناك بعض النماذج التي توضح مراحل تقدم الزهايمر وسنجمع بين أكثر النماذج شمولاً والمكون من ثلاث مراحل وأكثرها تحديداً والمؤلف من سبع مراحل على مقياس ريسبرغ أما النموذج المكون من ثلاث مراحل فيبدأ من المرحلة المبكرة وحتى المتوسطة وتستمر من سنتين إلى سبع سنوات أما إذا نظرنا على مقياس ريسبرغ فلا تظهر في المرحلة الأولى أي أعراض فتكون الذاكرة والقدرات المعرفية بمسواها الطبيعي ولا يلاحظ الآخرون وجود أي تغيير وفي حال وجود أي مشاكل في هذه المرحلة فعادة ما يلاحظها المريض وحده في حين تتراجع قدرات المريض المعرفية في المرحلة الثانية فقد يواجه صعوبة في تذكر المعلومات والمواقف التي مر بها حديثاً وقد لا يكون الأمر بهذا الوضوح فيقتصر على نسيان كلمة ما أو وضع بعض الأشياء في غير أماكنها وللتأكيد لا يلاحظ هذه التغييرات في التفكير أي من الأشخاص المحيطين بالمريض سواء كانوا من أصدقائه أو أفراد عائلته أو حتى طبيبه وخصوصاً أن معظم الأشخاص يواجهون مشاكلاً في التركيز وتذكر بعض الكلمات بعد سن الخامسة والستين وهو أمر طبيعي مع التقدم في العمر في المرحلة الثالثة تظهر بعض علامات الاضطراب المبكرة وتراجع طفيف في القدرات المعرفية في هذه المرحلة تبدأ هذه الصعوبات في التأثير على حياة المريض اليومية يحاول المرضى في بعض الأحيان إخفاء هذه المشاكل بشكل واعي أو لا واعي قد يواجهون صعوبة في تذكر ما سمعوه أو قرأوه للتو كما يمكن أن يواجهون مشاكلاً في التخطيط والتنظيم وقد يؤثر ذلك على الحياة الاجتماعية والمهنية للمرضى وعلى الرغم من كل هذا قد يصعب تشخيص مرض أليزهايمر في هذه المرحلة المبكرة جداً في المرحلة الرابعة يكون مرض أليزهايمر خفيفاً وتستمر هذه المرحلة نحو عامين خلالها تضعف قدرة المريض على التعامل مع البيانات المالية والعمليات الرياضية وتزداد الصعوبات التي يواجهها المريض لتذكر الأحداث الأخيرة وما تعلمه مؤخراً وقد يصعب على المريض إنجاز المهام التي تتطلب اتباع تسلسل معين مثل الطبخ أو القيادة في هذه المرحلة يكون المريض قادراً على التعرف على أفراد عائلته وأصدقائه وعادةً يكون التشخيص في هذه المرحلة دقيقاً تعد المرحلة الخامسة أولى المراحل المتوسطة في أليزهايمر تستمر فيها قدرات المريض المعرفية بالتراجع بشكل ملحوظ ويصبح بحاجة إلى المساعدة فقد يجد صعوبة في تذكر معلومات مهمة مثل العناوين أو أرقام الهواتف ويمكن أن يشعر بالارتباك بسهولة لا سيما حينما يتعلق الأمر بالوقت أو المكان كما قد تتأثر قدرة المريض على أخذ القرارات وإصدار الأحكام كاختيار زي مناسب لليوم أو للموسم فتزداد حاجة المريض المراقبة وقد تستمر هذه المرحلة لما يقارب السنة والنصف وتعتبر المرحلة السادسة متوسطة الشدة وفي هذه المرحلة يكون إدراك المريض محدوداً بما يجري حوله من أحداث ويعجز عن تذكر الماضي والاستمرار في المحادثات ويحتاج للمساعدة للقيام في المهام اليومية الأساسية مثل ارتداء الملابس والأكل واستخدام الحمام وعلى الأغلب سيكون المريض قادر على تمييز أفراد عائلته عن غيرهم لكنه لن يكون قادراً على تذكر أسمائهم تستمر هذه المرحلة ما يقارب العامين والنصف في المرحلة السابعة والأخيرة يصبح الكلام محدوداً للغاية ويمكن ملاحظة تراجع القدرات الأساسية للمريض فتتأثر قدرته الحركية نتيجة إصابة المناطق المسؤولة عنها بالمرض فتتراجع قدرته على تناول الطعام والمشي والجلوس وأحياناً على الوقوف ويكون المريض بحاجة ماسة للمساعدة على مدار الساعة فيما يتعلق بالأكل والشرب لأنه قد يفقد القدرة على إدراك شعوره بالجوع والعطش لذلك يكون المريض بحاجة إلى المساعدة على مدار الساعة في هذه المرحلة وبسبب هذه العراض يصبح المريض أكثر عرضة للإصابة بالأمراض وخاصة الالتهاب الرئوي والسقوط ويمكن أن تستمر هذه المرحلة من عام إلى عامين ونصف ومن المهم أن لا ننسى مدى مورونة هذا الجدول الزمني في هذه المراحل فلن يمر جميع مرضى ألزهايمر بهذه المراحل بهذا الترتيب فقد يختلف تقدم المرض بشكل ملحوظ من مريض لآخر هنا ينتهي درسنا